العري في المنام ايه معنى العري وهل هو محمود ولا هو مزمون نصلي على رسول عليه السلام ونعرف ايه معنى التجرد او العري في المنام رقم واحد اشوف انا كنت متجردة من الملابس وانا خجلانة ولا لا طيب اللي تجرد ده مريض ولا لا ليه التجرد لو حد شاف ان اللي قدامه ده بيتجرد من ملابسه عن عمد ومش خجلان ده معنى ان الشخص ده هيتجرد من الزنوب هيتخلص من زنوب هيتخلص من سوء كان بيقوم به وحيتقرب لله بشكل كبير جدا الفترة اللي جاية طيب لو اللي تجرد ده مريض او مهموم وانا شفت بي انه بيتجرد عن عمد ده هنا معنى انه هيتخلص من سوء من مرض او كرب هو فيه وحينجو هيكون في فترة محمودة جدا بإذن الرحمن الفترة اللي جاية طيب لو هو بقى شفت انه هو عاري ولكن بيحاول انه يتخفى يعني بيحاول انه يخفي نفسه عاري كده وخجلان سواء شفت نفسك او شفت غيرك هنا معناقي هنا مش محمودة لان ده معناقي اختضاح امره الشخص ده كان بيخفي شيء او كان فيه امر بيه بيقوم به الامر ده فيه زنب عظيم او اسم كبير ولكن الامر ده هيفتضح الفترة اللي جاية وحيكون سبب انه الشخص ده يتوارى عن الناس فالعري مع الخجل مش محمود طيب لو انا شفت مريد انه عاري ولكن شفته من الخلف انا شفته من ظهره يعني المريد ده انا شفته عاري من ظهره هنا معنى ايه؟ هنا ما تؤولش بالشفاء هنا ده معنى انه الشخص ده هيتجرد من الدنيا يعني هيتوفى لقدر الله فالعري من الظهر ان انا شف المريد عاري ولكن شفته من ظهره دي مش محمودة ان حد يشوفها لمريد فالعري من الرموز المحمودة جدا شرط ما يجيش مع خجل ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم